يمر قطاع السياحة والصفر العالمي بتحدي كبير تمثل في ظهور فيروس كورونا وانتشار في العديد من الدول والأسواق السياحية العالمية الأمر الذي يسهم في إعادة تشكيل خارجة السياحة العالمية العام الجاري مع إلغاء مئة رحلة الجوية والبرمج السياحية لينجي عن ذلك خسائر بمليارات دولارات سيتم تحديدها بناء على حجم انتشار الفيروس وفترة سيطرة العالم عليه ودفعت سرعة انتشار الفيروس بصناعة السياحة والصفر التي تمثل أكثر من 10% من النمو الاقتصادي العالمي إلى واحدة من أسوأ الأزمة العالمية حيث توقعت الأمم المتحدة بأن تتراجع عدد السياحة عالميا بنسبة 20 إلى 30% العام الجاري بسبب الفيروس ما يهدد ملايين الوظائف وتوقعت وكالة الأمم المتحدة بأن تتراجع الإراضات السياحية من 300 إلى 450 مليار دولار أي قرابة ثلثة عائدات 2019 التي بلغت 1.5 تريليون دولار وتراجعت السياحة العالمية بنسبة 4% خلال الأزمة الاقتصادية عام 2009 وفقت بنسبة 4% عام 2003 في أعقاب تفشي مرض السرس كانت المنظمة قد توقعت مطلع العام أن تسجل السياحة العالمية نموا بنسبة 3 إلى 4% لكنها عددت توقعاتها في السادس من مرض السجاري بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا وتنبأت بأن يبلغ التراجع 1 إلى 3% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر